السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابنائي وابناتي طلاب الصف الثالث سنة والزراعي جميع المجالات اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات تربية النحل وددت القز الحلقة اللي فاتت استعرضنا المنهج النظري او انا مش اقول عليه نظري انا بقول عليه المنهج المؤهل للشغل العملي لان النحل عندنا هو عملي ونظري مع بعض ويعتبر ازاي كل التدريبات العملية اللي انت بتدرسها السنة دي هي هي الشغل النظري بتاعنا طيب مادة نحل العسل في الاول خالص لازم تعرف انت عاوز منها ايه السنة دي مادة نحل العسل بيكون اه درجاتها اربعين درجة عشرين درجة عملي وعشرين درجة انا مش اقول عليه بيكون نظري هقول عليه تحريري العشرين درجة للعمل دي لازم تكتاز خمسين في المية منها ده ده بالنسبة للطلب اللي عاوز ينجح وخلاص اما انا مش جاي لك هنا عشان الطلب اللي عاوز ينجح وخلاص لأ الطلب اللي عاوز ينجح وخلاص هيذكر كلمتين وهيمتحن وهينجح طيب انا جاي لك هنا بالمشروع الاساسي اللي هو بتاع نحل العسل وددت القز المشروع ده زي ما قلتلك المشاريع الصغيرة اللي بتنادي بيها الدولة اللي هي بتكتر لك دخلك اه وبيكون مشروع زهيد في قيمته رأسماله وبيكون ربحه عالي جدا طيب من خلال دراستنا السنة دي ان شاء الله هتعرف ان مشروع نحل العسل ده مشروع ينفعك اه والدولة هتساعدك فيه واحنا كوزارة تربية وتعليم بننتظر منك ان انت اه لو استفسرت عن اي حاجة هنردك وهنساعدك فيه انت فيه عمل مشروع نحل العسل في الاول خالص لو جيت اتكلمت على المهارات العملية اللي هي هتدرسها السنة دي ان شاء الله اول مهارة مهارة فرز العسل يعني ايه فرز العسل فرز العسل يعني انت بتطلع العسل من الخلية طيب لازم تعرف في الاول خالص العسل ده ايه هو العسل ده زي ما درست انت السنة اللي فاتت في الصف الثاني قولنا العسل هو رحيق حلو المزاق بتجمعه الشغلات من الازهار بتحوله لشراب ناضج داخل وبتخزينه داخل الاقراص الشمعية بيختلف طبعا مكونات العسل باختلاف نوع المصدر النباتي بمعنى اني لازم تعرف ان العسل ده اساسا هو رحيق ازهار زي ما تعلمنا السنة اللي فاتت طب رحيق ازهار النحل راح جاب رحيق الازهار من الزهرة نفسها طيب نسبة المية في رحيق الازهار اللي موجود في الزهرة نفسها ده بيكون نسبتها من ستين لخمسة وستين في المية دي معلومة لازم تعرفها طيب نسبة المية في العسل او هنتكلم بقى بكلام اكثر تخصصية نسبة الرطوبة في العسل من سبعتاشر لتمنتاشر في المية طب هو جاب رحيق الازهار وهي نسبة الرطوبة فيه ستين لخمسة وستين في المية لما خزنوا عسل لما عملوا عسل بقى نسبة الرطوبة فيه من سبعتاشر لتمنتاشر في المية طب هو عمل ايه عشان خلى نسبة الرطوبة نزلت القيمة دي كلها اول حاجة لازم تعرف ان الراحيق الازهار بيتكون من سكروز وجولوكوز وفركتوز طبعا نسبة السكر في الزهرة اللي هو بيروح لها النحل بتكون من خمسة وثلاثين لاربعين في المية نسبة السكر مش قلت رحيق الازهار ده محلول سكري مخفف طيب نسبة السكر بقى فيه رحيق الزهرة ده بيكون من خمسة وثلاثين لاربعين في المية لو قلت نسبة السكر عن 18% النحلة ما بيروحش للزهرة دي خالص طب امتى بيقل نسبة السكر فيه الرحيق الازهار عندما بتزداد الرطوبة الجوية فالزهرة نفسها او رحيق الازهار بينتص الرطوبة من الجو فبيقل التركيز السكر في الزهرة نفسها او في رحيق الازهار يبقى النحلة ما بترحلهاش يبقى لو النحلة خدت رحيق الازهار ده وما خزنتش رحيق الازهار هيبقى اسمه ايه هيبقى اسمه عسل مش هيبقى اسمه عسل طيب انا قلتلك في الاول برضو ان العسل ده مضاد للبكتيريا ومضاد للمكروبات اه ومضاد للفطريات ايه اللي بيخليه كده طب خلينا واحدة واحدة هنقول ان العسل كان رحيق ازهار يبقى لو العسل مضاد للبكتيريا والمكروبات هيبقى رحيق الازهار مضاد للبكتيريا والمكروبات ولكن المعلومة دي غلط ليه لان رحيق الازهار لسه ما بقاش عسل طب السؤال ليه العسل مضاد للبكتيريا والمكروبات هقولك في الاول خالص ان نحلة ازاي ان هي بتاخد رحيق الازهار وبتعمله وبتطلع منه الرطوبة وبتعمله عسل أول من النحلة بتاخد رحيق الزهرة من الزهرة نفسها وهو محلول سكري مخفف بيتكون من الجلوكوز رحيق الأزهار ده بتطلع جزء من هي بتاخد كم ملي الحمولة بتاعتها بتبقى حوالي 50 ملي جرام يعني حوالي أكتر من نص وزن النحلة وزن النحلة أساسا 90 ملي جرام لما بترجع بالحمولة بتاعتها من رحيق الأزهار اللي هي هتعمله عسل بتبقى أكتر من نص وزنها في معدتها أو في الحوصلة بتاعتها موجود رحيق الأزهار بتعمله إزاي؟ بتروح مطلع جزء من رحيق الأزهار اللي موجود جواها وبتحطه في منطقة الفم تحت لسانها بتطلع الخرطوم اللي هو موجود فيه الفم بتاع النحلة بتحرك الخرطوم أعلى وأسفل بيعمل حركته من أعلى وأسفل ده كذا مرة كده طبعا الحركة دي بتجيب هواء ساخن الهواء الساخن ده بيبخر نسبة الرطوبة اللي موجودة في رحيق الأزهار وبيبقى ساعتها بقول عليه عسل بتدخل الجزء اللي هي طلعته بتدخله في الحوصلة بتاعتها تاني وتطلع جزء تاني الحمولة اللي هي بتاعتها اللي هي خمسين ميلي جرام من العسل أو من رحيق الأزهار بتحولها العسل في مدة حوالي عشرين دقيقة يبقى دي طريقة إن النحلة بتعمل إزاي العسل من رحيق الأزهار انت طبعا مش مطالب بكده ولكن أنا بعرفك بس عشان تبقى عارف المادة اللي بتدرسها إيه وبتبقى عارف النحلة بتجيب رحيق الأزهار وبتعمله عسل إزاي طيب العسل بيبقى ليه مضاد للبكتيريا ومضاد للميكروبات والمضاد للفطريات اللي بيتم تحويل الجليكوز اللي موجود فيه العسل فيه رحيق الأزهار بوسط النحلة بيتحول إلى جليكونيك أسد وبيروكسيد الهيدروجين الجليكونيك أسد ده بيكون مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات وبيكون فيه الوسط الحمضي الوسط الحمضي اللي هو الوسط الحمضي بيكون الرقم الهيدروجيني فيه منخفض فبيبقى برضو مضاد للبكتيريا عشان كده لما قلتلك اني لقوا في مجبرة توت عن خامون عسل صالح للاستخدام شوف من خمس سلاف سنة وما جاتلوش ولا بكتيريا ولا جالوا فطريات ولا جالوا ميكروبات ليه؟ لان العسل لان النحل عمل العسل بالطريقة اللي بقولك عليها دي يبقى دا سؤال للمعلومات معلومة إسرائية ليك انت لازم تعرفها النحل بيعمل ازاي العسل طيب هاي بعد كده انت بتدخل للمنحل بتاعك ده كله في المهارة اللي هي بتاعة فرز العسل بتدخل للمنحل بتاعك بتلاقي اني في علامات للفرز علامات تقدر من خلالها ان انت تقول ان المنحل ده هيتفرز دلوقت او هيتفرز اليمين دول ايه هي العلامات دي؟ العلامات دي هتعرفها ان شاء الله ان كمة الاقراص بيبقى ان الاقراص بتبقى العيون السوداسية بتاعتها بتكون اللي هي فيها عسل بيكون اكتر من تلتينها مختوم مختوم يعني عليه طبقة من الشمح يبقى العسل ده عسل ناضج لان لو مش مختوم بيبقى العسل غير ناضج هتيجي تفرزه مش هيقولك مش هتفرز هيتفرز وكل حاجة ولكن العسل اه هتحصل ليه حموضة بعد كده وهيحصل فيه عملية تخمر والعسل هيبقى غير صالح للاستخدام اه بتدخل المنحل بتاعك بتلاقي الوضع كده وبتلاقي ان اكتر من تلتين الاقراص مختومة بتبدأ عملية الفرز اول حاجة في عملية الفرز ان انت بتطلع الاقراص وبتدخل في عملية القشط اللي هي موجودة اللي هي قشط الطبقة الشمعية من العيون السوداسية اللي هي مليئة بالعسل بعد كده بتتحط الاقراص الاقراص اللي هي بتاعت العسل دي بتتحط فيه الفراز اه اللي قدامك بواسط الطرد المركزي بيتم خروج العسل من العيون السوداسية يبقى دي اول حاجة اه اول مهارة هتدرسها اللي هي مهارة فرز العسل اه وانت بتمتحن المهارة دي مدتها ربع ساعة ان انت بتقولها قدام اللي بيمتحنك او بيسألك فيها اللي بيمتحنك تاني مهارة من المهارات اللي هندرسها اللي هي استخلاص الشمع من الاقراص الشمعية ايه هو الشمع ده او مين اللي بيفرز الشمع اللي بيفرز الشمع الشغلات زي ما درست انت في الصف الثاني الشغلات اللي هي من عمر 12 يوم لـ 18 يوم لازم تعرف في استخلاص الشمع ده لازم تعرف الشمع بيفرز ازاي من الشغلة نفسها في الاول لازم تعرف برضو مرفولوجيا النحلة بتتكون جسمها من ايه بيتكون جسمها من ثلاث اجزاء الرأس والصدر والبطل الرأس دي طبعا زي ما انت عارف بتحمل كرون السشعار بتحمل الفم بتحمل الاعين او العيون العيون دي اما تكون مركبة او او بسيطة العيون المركبة انت عرفت قبل كده بتستعملها لقين نحلة والعيون البسيطة بتستعملها لقين نحلة طيب معلومة كده لك انت النحلة بتشم ازاي رحيك الازهار ده وتروح له بواسط كرون الاستشعار يبقى النحلة ملهاش انف تشم بيها بواسط كرون الاستشعار اللي هي موجودة في منطقة الرأس يبقى انا بتكلمك كده مرفولوجيا على تركيب النحلة وتركيب جسم النحلة من برا في بعد كده منطقة الصدر بالنسبة للنحلة بتتكون من ثلاث عقل او ثلاث حلقات المنطقة الصدر دي بتحمل الارجل ثلاث ازواج من الارجل وبتحمل زوجين من الاجنحة يبقى هي دي منطقة الصدر المهمة عندي بقى منطقة البطن اللي هي بتتكون من ثمن عقل او ثمن حلقات الحلقة من الرابعة للسبعة يبقى الرابعة والخمسة والستة والسبعة اربع حلقات هم المسؤولين عن انتاج الشمع انا بقولك الشمع بينتاج ازاي النحلة اللي هي عمرها من 12 ل 18 يوم بتاكل بتتغذى داخل الخلية من العسل وحبوب اللقاح وبيكون الخلية محتاجة انتاج شمع بتنتج شمع بتعمل بيه انتاج الشمع ده بتبني بيه البرويز والاقراص الشمعية اللي هي موجودة اللي هي الملكة هتشتغل فيها هتضيط فيها والنحلة هيجا يخزن في العسل طيب فيه حاجة اسمها اساسات شمعية انت بتضيفها للخلية عشان خاطر توفر عمل وتوفر مجهود النحل في اه صناعة او في عمل الشمع طبعا انت بتوفر طب مجهود النحل ليه بتوفر مجهود النحل عشان تتخليه يتجه لانتاج العسل لان زي ما قلتلك ان المجهود اللي بياخده النحل في عمل كيلو شمع واحد هو نفس المجهود اللي بياخده عشان يعمل خمستاشر كيلو عسل يبقى انت لو سبت النحل كده من غير اساسات شمعية عشان هو يعمل الاقراس الشمعية بتاعته اللي هيشتغل فيها يبقى هياخد وقت كبير جدا وهينتج لك عسل قليل وهو اده اللي بيحصل في الخلايا البلدية ان انتاجها بيبقى من ثلاثة كيلو لخمسة كيلو في السنة اما الخلايا الخشبية اللي انت بتضيف لها اساسات شمعية دي بيكون انتاجها من عشرين لخمسة وعشرين كيلو في السنة او في الموسم يبقى كده انت بتخلي النحل يتجه لانتاج العسل وباقي منتجات النحل طيب طب انت بتستخلص الشمع ده بتعمل بقى بي ايه بتستخلص الشمع ده بتعمل بي بتعمل بي اساسات شمعية بتتحط للخلايا طيب بتستخلصها بازاي في الاول خالص لازم تعرف ان الشمع هو افراز غدي لشغالة نحل العسل بينتج زي ما قلتلك من اربع ازواج من الغدد بتقع السطح السفلي لحلقات بطن الشغالة قلنا حلقات بطن الشغالة ثمان حلقات يبقى مورفولوجيا لازم تعرف تركيب جسم النحلة يبقى زي ما قلتلك قبل كده ان النحلة دي مش مش كل درس منفصل عن التاني الدروس كلها متصلة ببعض والمواضيع كلها متصلة ببعض بيطلع الشمع من الحلقة الرابعة الى الحلقة السبعة والتركيب الكيميائي بتاع الشمع بيبقى هيدروكربونات 16% كحلات احدية سنائية 34% احماض طويلة السلسلة 31% احماض هيدروكسيلية 13% فيه مواد بقى اخلى مواد راتينجية وبتبقى حوالي 6% طيب طرق استخلاص الشمع في عندي كذا طريقة لاستخلاص الشمع فيه الطريقة البلدية وفيه طريقة الفراز الشمسي فيه طريقة الفراز الشمع البخاري فيه الاستخلاص الكيميائي فيه بيستخلص الشمع بواسطة الطرد المركزي مدة المهارة دي هتبقى 30 دقيقة يبقى وانت بتمتحن العملي اذا جات لك المهارة دي ليه في امتحانك يبقى دي مدتها 30 دقيقة فيه عندي بعد كده هتلاقي مهارة مهمة جدا 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 وهي مهارة تربية الملكات بطريقة دوليتل ايه تربية الملكات او لازم تعرف في الاول ايه هي الملكة الملكة زي ما قلتلك قبل كده ان هي ام الطائفة ومخزنها الوراثي غياب الملكة بيؤدي الى عدم انتظام العمل داخل الطائفة يبقى لو ما فيش ملكة موجودة عندك في الطائفة يبقى العمل بتاعها بيبقى غير او عمل الطائفة نفسها غير منتظم ولذلك تربية الملكات بتعتبر من العمليات النحلية الهامة عشان تنتج ملكات لاحتياجاتك انت الزاتية او لبيعها يبقى انت لما في ملكة بتقع عندك في الخلية او في المنحل بتاعك يبقى لازم ان انت تغيرها يبقى في الحالة دي لازم ان انت تربي ملكات يبقى لازم تعرف تربية الملكات واحنا قلنا قبل كده ان الملكة النحل احيانا بيربيها في ثلاث حالات حالة الاحلال في حالة فقد الملكة في حالة التطريد النحل نفسه هو اللي بيربي الملكات ولكن انت احسن لك ان انت تربي انت ملكات تبقى عارف احتياجاتك للخلية او للخلية اللي عندك في خلية انت عامل سجل في المنحل بتاعك كاتب فيه من الخلية مثلا الاولى للخلية المية او من الخلية الاولى للخلية العشرين كاتب فيها الملكة دي جايبها امتى ومدخلها امتى ونوعها ايه في ملكات جديدة ظهرت عندك او سلالات جديدة انت عاوز تغيرها عاوز تغير بلغة النحلين تغير الدم في المنحل بتاعك يبقى انت بتربي ملكات ما بتستناش بقى ان النحل هو اللي بيربي لك ملكات انت بتربي ملكات اول طريقة لتربية الملكات او اللي هي الطريقة التجارية اللي هي دوليت دي بتعتمد على ايه بتعتمد على عمل كقود شمعية بتحطها للشغلات بعد ما بتعدم الملكة اللي موجودة او بعد ما بتاخد الملكة اللي موجودة بتيتم الخلية زي ما قولها احنا باللغة النحلين بتيتم الطائفة تيتم الطائفة يعني تقوش الملكة بتاعتها يبقى زي ما قلت لك ان الملكة دي ام النح طالما الملكة مش موجودة معاهم يبقى الطائفة دي يتيمة ويطلق عليها يتيمة عندما بتدخل لها انت كؤوس شمعية انت عملها يبقى دي فايدة برضو الشمع يبقى فايدة الشمع اللي هي المهارة اللي فاتت ان انت عملت بيها اساسات شمعية وان انت بتستعملها في عمل كؤوس شمعية بتدخل لها كؤوس شمعية شبيهة بالقواعد بتاعة بيوت الملكات النحل عارف ان هو مفيش ملكة عنده وبتستخدم فيها التطعيم حاجة تسمعها التطعيم التطعيم يعني ايه يعني بتاخد ياركا عمر يوم او لا يزيد امرها عن 36 ساعة بتدخلها في الكؤوس الشمعية دي كل كأس شمعي بتدخل فيه ياركا فبيجي النحل بيبص فيه قواعد بتاعة بيوت ملكات وموجود فيها ياركات بيكمل بناء الكؤوس الشمعية دي وبيعملها بيوت ملكات طبعا مدة المهارة دي عشان تعملها قدام اللي بيمتحنك مدتها نص ساعة وعشان تعملها انت في المنحل والمستر بيتدربك عليها بتاخد لك حوالي نص ساعة في هذه المهارة طيب مهارة تاني اسمها مهارة تقسيم الطواقف يعني ايه تقسيم الطواقف يعني عندك طواقفة ازدحمت السندوق بتاع الخلية بتاعك ازدحم بالنحل الملكة عندك شغالة وملكة كويسة وبضت كتير وفيه موسم نشاط وقلتلك قبل كده المصطلحات بتاعتنا موسم نشاط يعني موسم تفتح الازهار فالنحل كتير عندك في الخلية دي لو سبته الخلية دي هتطرد تطرد يعني ايه يعني الملكة هتاخد تلتين قوة الخلية وتطلع بره الخلية تسيب لك الخلية وتمشي ولكن بتأمن انها سيبة حوالي تلت الخلية او تلت افراد الخلية موجودين جوه الخلية بس انت ما تنتظرش لحد كده لانك لو انتظرت لحد كده يبقى هتأخر شغلك في المنحل انت بتعمل ايه بتيجي بتعمل تقسيم للخلية عشان كده مشروع النحل لما قلتلك انه هو كويس هتبص تلاقي بدأت بعشرين خلية في نهاية الموسم لقيت نفسك تلاتين خلية يعني بدأت بعشرين طائفة نهاية الموسم هتلاقي لا يقل عن تلاتين خمسة وتلاتين طائفة ده بوسط ايه بوسط التقسيم اللي انت عملته ومهارة التقسيم دي اللي هو بيدربك بتتدرب عليها في المدرسة بتاعتك وفي المنحل بتاع المدرسة طيب يبقى التقسيم اقدر اقول عليه هو احدى العمليات النحلية اللي بيقوم بها النحال لاكسار طواقف النحل فيه طرق للتقسيم اول طريقة للتقسيم هي انتاج نواية من طائفة واحدة تاني طريقة انتاج نواية من عدة طواقف تالت طريقة من طرق التقسيم وهي تقسيم طائفة واحدة الى عدة نويات طيب وقت التقسيم ده بيكون امتى وقت التقسيم ده بيكون اوائل الربيع او في موسم الفيد او في موسم التطريد الطبيعي في الربيع وبداية الصيف انا انت عملت اقول لي انتاج نواية من طائفة واحدة هي ايه هي النواية دي او ايه هي النواية دي النواية دي زي مدرسة السنة اللي فاتت وهي عبارة عن الطرد اللي هو بيتكون من خمس اقراص شمع بيبقوا ثلاثة حضنة واثنين حبوب لقاح وعسل ثلاثة حضنة واثنين حبوب لقاح وعسل الحضنة طبعا بيبقوا في النص عشان بتدفي الحضنة طيب هتيجي بعد كده انتاج البروبليس في مهارة تاني وهي انتاج البروبليس يبقى دي كلها مهارات اللي بقولك عليها اللي هي انت هتدرسها ان شاء الله السنة دي في سنة تالتة وانا مش عاوزك ان انت تاخدها زي ما قلتلك عشان تدرسها وخلاص انت تدرسها وتنتجها ودي كلها منتجات النحل يبقى لما تيجي تقول لي طب طب التقسيم هتستفيد منه ايه التقسيم هتزود المنحل بتاعك وممكن تبيع تروض يبقى دي فايدة طيب عندك بقى البروبليس ايه هو البروبليس ده البروبليس دي مادة صمغية بيجمعها النحل من براعم كثير من الازهار او من الاشجار الكبيرة اللي هي السنوبر النحل بيفرز على المادة الصمغية اللي بيجمعها من براعم الازهار دي بيفرز عليها اه مواد واحماض عضوية وبيحط عليها شم لحد ما بيكونه لحد ما بيعمله بروبليس بيدخل البروبليس ده جوه الخلية بيعمل بي ايه البروبليس ده جوه الخلية بيسد بيه الشكوك اول حاجة بيلمع بيه العيون السوداسية اللي النحلة اللي الملكة هتضبط فيها يبقى دي فايدة البروبليس طيب البروبليس ده معروف قريب ولا معروف من زمان لا معروف من زمان عشان كده ممكن اقولك اني القدماء المصريين اتعلموا من النحل مادة من مواد طحنية الموتة هم لقوا اني في الخلاية بتاعت النحل انا قلتلك ان هو القدماء المصريين كان بيربوا نحل في الخلاية بتاعت النحل اللي موجودة لو اي حشرة ميتة داخل الخلية نفسها ما بتتحللش الحشرة دي بوسطة البكتيريا وبتطلع الرائحة الكريهة بتاعت الحشرة اللي هي متحللة قاعدوا يشوفوا ايه السبب في كده وايه سبب ان الحشرة دي موجودة زي ما هي بحالتها زي ما هي ما تحللتش لقوا ان النحل بيجيب عليه مادة البروبوليس دي ومادة الصمغة بتاع النحل وبيدهن الجسم الخارجي بتاع الحشرة اللي هي او الكائن الحي اللي هو ماد جوة الخلية بيدهنوا بمادة البروبوليس دي فبيفضل زي ما هو بيمنع ان البكتيريا الهوائية تيجي على الجسم ده وتحلله فاخدوا المادة دي واستخدموها في مواد تحنيط الموتى عند القدماء المصريين يبقى هو دي معلومة عن البروبوليس وازاي البروبوليس عل او النحل علم القدماء المصريين مادة من المواد اللي بيستخدمها في تحنيط الموتى يبقى دي مهارة البروبوليس وبتستخدم في المهارة دي شبك بتاع اللي بتحطه على البروويس من فوق اللي هو بتجمع به البروبوليس في عندي بعد كده مهارة تانية وهي مهارة انتاج سم النحل ايه هو سم النحل ده سم النحل ده انت لما دي تيجي نحلة تلدغ انسان بتبص تلاقي نزلت في الانسان في اللدغة دي نزلت سم او منزلت مادة المادة دي ايه ده المادة دي سائل شفاف ريحته بتبقى نفازة اه بتفرز سم النحل ده من غدد خاصة بتبقى متصلة بقالة اللسع قالة اللسع اللي موجودة عند الشغالة بتبقى متصلة بها غدد بتفرز مادة سم النحل دي سم النحل طبعا عشان تبقى عارف هو بيستعمل لعلاج كثير من الامراض ولكن تحت اشراف طبيب اه بيستخلصوا دلوقت سم النحل بتزداد كمية سم النحل في الشغالة بعد ما بعد ما بتطلع سم النحل منها لا ما بتزدادش كمية سم النحل اللي موجودة في الشغالة تكاد تكون سابتة تكاد تكون سابتة يبقى اول ما بتطلع كمية السم اللي جواها اللي هي لما تلدغ انسان او تلدغ حيوان يبقى الكمية دي غير متجددة الكمية دي ايه غير متجددة طيب طريقة تستخلصها سم النحل ده بيستخلص ازاي بيستخلص بوزة الوغز المباشر او وحدة مولد نبطات نبطات كهربية عندي بعد كده في مهارة مهمة جدا وهي مهارة اسكان طرد نحل من على فرع شجرة يعني ايه اسكان طرد نحل من على فرع شجرة انا قلتلك انت بتقسم ليه بتقسم عشان خاطر ما يحصلش تطريد يبقى التطريد ده لما بيحدث انا قلتلك ان الملكة بتاخد تلتين القوة بتاعت الطائفة وبتطلع على هيئة طرد تطلع على هيئة طرد تقف على شجرة بتكون قريبة من المنحل بتاعها والتطريد انت هتدرسه اللي هي الظاهرة بتاعت التطريد دي هتدرسها باستفادة ان شاء الله السنة دي بس الطرد طلع وخلاص هتجيب الطرد ده ازاي لما طلع وانت شفت الطرد ده موجود على شجرة جنب المنحل بتاعك بيبقى بالطريقة دي اللي قدامك دي اهو موجود على الشجرة طرد بيكون بالكمية دي وبيبقى النحل لساعتها بيبقى قوي جدا لان الملكة بتبقى ملكة شغالة وملكة قوية وانتاجت افراد كتير داخل الطائفة لحد ما الطائفة ازدحمت فالطرد اللي بيطلع ده بيبقى اه طرد قوي بتجمع انت الطرد ده المهارة دي بتعتمد على ان انت بتجمع الطرد بتاع النحل ده وتسكنه في المنحل بتاعك طب بتجمعه ازاي لو كان فوق شجرة بيتم قطع بيتم قطع الفروع الزائدة اللي حوالين الطرد عشان تعرف تتحكم في الطرد اللي انت هتجيبه تاني حاجة لو حدث تفكيك للطرد ده بترشه بمحلول سكري عشان يتجمع مرة اخرى يتجمع مكانه لان هو كله بيتجمع الطرد ده بيتجمع حول الملكة بيطلع كشف في الاول او كشفين في الاول من الشغلات بيطلعوا يكشفوا على المكان اللي هم رايحينه وبيجوا بيعرفوا افراد الطائفة ان هم خلاص لقوا المكان وبيطلعوا مرة واحدة ليه الطرد ده الملكة بتتوسطهم فبيكون لو الطرد ده تفكك وانت جاي تجمعه من على فرع الشجرة بترشه بالمحلول سكري بيتجمع مرة اخرى حول الملكة بيتم تثبيت فرع الشجرة ببيت وبتفصل بتبقى ايد تانية مسكة من شار وبتفصل الفرع الشجرة من على الشجرة اللي عليه النح بيتم هز الطرد عشان يسقط داخل الخلية المعدة لذلك طيب يبقى كده دي المهارات اللي انت ان شاء الله المفروض تدرسها من ضمن المهارات اللي انا بقولك المفروض او من الشغل العملي انا هكلمك بقى ع العملي بالنسبة للشغل العملي بتاعك على مدار العام ده من ضمن انا باعتبره من ضمن المهارات لان المهارات اللي احنا قلناها دي كلها بتستخدمها على مدار العام او بتستخدمها في مدار العام كله يبقى في شهر يناير غير الحاجات اللي بتعملها في المنحة البتائعة غير الحاجات اللي بتعملها في شهر فبراير غير الحاجات اللي بتعملها في شهر مارس كل شهر بيبقى فيه حاجات معينة انت بتعملها في المنحة البتائعة يعني عندك في شهر يناير لازم لما بتفحص بتفحص مرة او مرتين في الشهر كله ليه الجواب يبقى بارد فمتقدرش تفتح على الخلية اكتر من مرة يبقى مرة او مرتين بكتير خالص بتشوف ايه لما بتفحص لازم تتأكد من نحل بتاعك مزبوط التشتية بتاعته معمولة مزبوط يعني الاقراص مضمومة على بعض مفيش اقراص فارغة عشان ما تكترش فيها دوت الشم او ما تجيش فيها دوت الشم وتقضيلك على الخلية بتاعتك بيمكن في شهر واحد او في نهاية شهر واحد ممكن ان انت تبدأ في تربية الملكات في المناطق الحارة اللي هي في الصعيد بقى الجواني بيبقى المناطق في نهاية شهر واحد بيبدأ الحرارة بتظهر او بيكون الجواب معتدل تبدأ تربي في ملكات يبقى دخلنا كده في مهارة تربية الملكات اللي لسه متكلمين عنها في شهر فبراير بتفحص كل عشر تيام يبقى كل عشر تيام في شهر فبراير الجو بيبدأ ان هو ايه يتحسن يبقى البرد بيبدأ ان هو يروح والجو بيبدأ يتحسن بتستمر في التغذية والتغذية دي بتكون اما تغذية كربوهيدراتية او تغذية بروتينية الكربوهيدراتية اللي هي محلول السكري والكربوهيدراتية اللي هي بداء الحبوب اللقاح حسب احتياج الخلية اللي عندك وحسب ما الخلية نقص ايه وبتقدم بتقدم لها التغذية المناسبة لها بتظهر في شهر اتنين بتظهر بعض بيوت ملكات دي انت لازم تعدمها لو مش تستفيد منها لخلايا عندك ما فيهاش ملكات يبقى لازم تعدمها طيب في شهر مارس بتفحص كل اسبوع بدأ بقى ايه بداية الربيع بداية فصل الربيع بتفحص كل اسبوع والجماعة اللي هم بياخد المنحة البتاعه بيوديه الموالح بيبدأ ان هو يصفر المنحة البتاعه لجنين الموالح عشان خاطر ياخد فرزة موالح برضو بتستمر في شهر ثلاثة في اعدام بيوت الملكات وبتعمل بقى التقسيم بص بقى مهارة التقسيم جاته تاني بيبدأ النحل يزيد في الشهر ده يبقى بتبدأ فيه مهارة ايه التقسيم طيب بتيجي بعد كده في شهر ابريل اللي هو شهر اربعة بتفحص من سبع تيام لعشر تيام بتفحص فحصة او نقول مثلا كل اسبوع فحصة ماشي لان الشغل بدأ بقى ايه كتير بتبدأ في شهر اربعة ده او شهر ابريل بيبدأ ملكات ضبور البلح بتطلع يبقى انت دي بتجري وراها لازم تحاول ان انت تعدم ملكات ضبور البلح اللي بتظهر لك دي لان لو سبت ملكة واحدة بس من ملكات ضبور البلح هتبص تلاقي الملكة دي عميت لك حوالي عشرين الف ضبور يأثر على المنحة البتائك طبعا ودي ضبور البلح ده من اعداء النحل اللي انت هتدرسها السنة دي ان شاء الله يبقى كله زي ما قلتلك مكمل لبعض هتبص تلاقي في شهر ابريل زي ما قلتلك اه انت في شهر مارس وديت الجماعة اللي بيودوا المنحة البتاعهم للموالح هتفرز امتى العسل هتفرزه في شهر ابريل لان زي ما قلتلك قبل كده ان دي تلات فرزات يبقى دخلت انت كده على مهارة ايه مهارة الفرز اللي انت درستها في الاول خالص يبقى كل المهارات اللي انت بتدرسها مؤهلة او هتستخدمها في المنحة البتاعك فيه تلات مواسم للفرز زي ما انت عرفت السنة اللي فاتت فيه موسم فرز الموالح اللي هي في شهر اربعة فيه موسم فرز البرسيم في شهر ستة موسم فرز القطن في شهر تمانية ودي المواسم الرئيسية اللي موجودة او الاساسية اللي موجودة في مصر زي اتبقى الفرزات التانية الاستثنائية حسب مناطق زراعة المناطق المختلفة زراعة بعض النباتات زي مثلا البردقوش زي حبة البركة زي النباتات العطرية زي الزعتر دي كلها مش بتزرع في عموم جمهورية مصر ولكن بتزرع في مناطق معينة يبقى المناطق المعينة دي بتاخد منها الفرزات دي اللي هي الاضافية ولكن الفرزات الاساسية اللي هي قلتلك عليها اللي هم التلاتة اللي هو لو جالك في الامتحان هيجي لك عليهم وانت هتدرس هتدرس على التلات فرزات دول اللي هو فرزة الموالح فرزة البرسيم فرزة القط هتيجي بعد كده تشوف في شهر مايو بتفحص كل اسبوع بتعدم بيوت الملكات من الحاجات اللي انت بتعملها في شهر شهر مايو بتعدم بيوت الملكات بتغير الملكات المسنة شوف جينا برضو على تربية الملكات انت ربيت ملكات المهارة تربية الملكات طيب ربيت ملكات في شهر خمسة بتغير بقى الملكات المسنة هيا الملكة المفروض تقعد عندك كام الملكة المفروض عمرها كله ست سنين بتقعد الشغل عندك شغل تمام شغل مزبوط بتنتج لك من سنة لسنتين لو الملكة لقيتها طبعا حسب ايه حسب قوة تلقيحها لو الملكة لقيتها ان هي نقص انتاجها للبيض يبقى دي لازم تتغير انت بتغيرها في شهر خمسة ليه عشان انت في منتصف الموسم وهو او في نهاية الموسم بتبدأ عشان تخلي ملكة قوية موجودة للنحل بتاعك يقضي به بقى ويدخل بقى على الخريف ويدخل فيه يدخل على الشتاء ويدخل على الخريف عشان النحل بتاعك يفضل بقوته هتيجي بعد كده بشهر ستة الفحص كل عشرة ايام بتفرز فرزة البرسيم زي ما قلتلك اه بتكافح ضبور البلح ما خلاص بقى الملكات مش موجودة موجود ايه موجودة دبور اللي هو طلع بتكافح دبور البلح اه بتظلل المنحل تظليل المنحل بتاعك عشان خاطر تحميه من حرارة الشمس انت داخل على فصل الصيف فتحميه من حرارة الشمس بتعمله ايه بتحط المظلات على المنحل بس لما تيجي تحط المظلات على المنحل لازم تراعي ان انت ما تحطش المظلات كلها مرة واحدة لان انت لو حطت المظلات كلها مرة واحدة النحل عارف المكان اللي هو رايح له ايه وهو عارف هو هيجي ازاي حاسب المسافة اللي هو طلعها لو حطت المظلات دي اتوقت صروح النحل النحل سرح ورايح يجيب راحيك ازهار ويجيب حبوب لقاح وانت جيت ظللت المنحل النحل حاسب المسافة فالمسافة اللي هو حاسبها عشان يجي يدخل تاني المنحل اذا دخل من فوق هتبص تلاقي النحل يقول ده مش المكان بتاعي يبقى يحصل توهان للنحل يبقى انت بتظلل جزء جزء من المنحل بتاعك هتيجي بعد كده في شهر يوليا اللي هو شهر سبعة بتعمل بتفحص كل اسبوع برضو بتعمل تهوية ليه الخلايا خلي بالك في شهر سبعة ايه وهتقسم ممنوع ان انت تقسم عشان خاطر ما تدرش النحل بتاعك لان شهر سبعة هتبص تلاقي النحل في نهاية عمله خلاص في نهاية عمله في الموسم لان الموسم بتاعه هينتهي امتى هينتهي في شهر تمانية اللي هو لو خد فرزة قط فنهاية عمله خلاص يبقى انت ما تقسمش ما تقسمش عشان خاطر ما تدرش النحل بتاعك برضو من اول شهر خمسة لحد شهر احداشر افتكر ان العمليات النحلية انت بيجي لك خلي بالك في الامتحان لازم عملية اجي لك في الامتحان التحريري في عملية من عمليات اللي بيكون بها النحل مثلا يقول لك خلال شهر ثلاثة خلال شهر اربعة شهر خمسة يبقى من شهر اربعة او من شهر خمسة لحد شهر احداشر لازم تذكر لي كلمة ان مقاومة ضبور البلح لان ضبور البلح بيظهر في الوقت ده الملكة بتظهر في شهر ثلاثة والضبور نفسه بقى بيطلع لك في اخر اربعة لحد شهر احتاشر يبقى في كل العمليات النحلية اللي جاية لك لازم تقول لي مقاومة ضبور البلح بتستمر برضو في تهوية الخلايا طبعا في شهر اغسطس لو كان في منطقة قطن بتاخد فرزة القطن بتاعتك في شهر سبتمبر بتنظم وضع الاقراس في شهر اكتوبر بتبدأ في التشتية وبتحترس بتعمل احتياطاتك لعدم حدوث سرقة في شهر نوفمبر بتبقى الفحص بتاعت مرة واحدة بس في الشهر وفي شهر ديسمبر بتعالج الفروة وهتدرس انت ايه هي الفروة بعد كده هنيجي نبص بعد كده على جزء تاني من المنهج بتاعنا وهو الحرير ان مادتنا زي ما قلتلك تربية نحل العسل ودودة القص طب الحرير ده اللي هو ملبس او لباس الملوك الحرير الطبيعي المتر ممكن يوصل ليه مبالغ عالية طيب ايه اللي بينتج الحرير ده اللي بينتج الحرير اللي هي دودة القز زي ما درست قبل كده في ابتداية ايه دودة القز دي بتبقى قلت دودة القز يبقى المرحلة التانية بعد البيضة يبقى هي لسه ما كملتش حشرة يبقى شوف كدرة ربنا سبحانه وتعالى ونعمه عليك خلى لك حشرة تنتج لك اشهل مأكلات خلى لك ياركة لسه ما كملتش حشرة لسه ما بقتش حشرة بتنتج لك افخم انواع الملابس هتيجي بعد كده تبص تلاقي دورة حياة دودة القز بيضة ياركة عزراء حشرة كاملة طيب دودة القز بتتغذى على ايه بتتغذى على ورق التوت يبقى انت لازم تهتم بيه زراعة التوت عشان خاطر تلاقي المأكل اللي هو دودة القز هتتغذى عليه في عندي اصناف توت في مصر منتشرة اللي هي البلدي والرومي والياباني والهندي هتيجي بعد كده تبص تلاقي فيها اعمار كبيرة واعمار صغيرة الاعمار الصغيرة العمر الاول والتاني والتالت العمر الكبيرة العمر الرابع والعمر الخامس لدودة القز طبعا في العمر الاول بيصل طول اليركة لتلاتة ملي بتحتاج من كيلو لاتنين كيلو ورق توت بتاخد من خمسة الى ست ايام ده العمر الاول العمر التاني طولها بيبقى من ستة لعشرة ملي بتحتاج لخمسة لستة كيلو ورق توت بيكون عمر العمر التاني ده بيكون من اربعة لخمسة ايام العمر التالت بيبقى طول اليركة من اتناشر لخمستاشر ملي العمر الرابع طولها من ثلاثة لخمسة ملي سنتي من ثلاثة لخمسة سنتي العمر الخامس بيكون طول اليركة من تمانية لتسعة سنتي بيحتاج الاعمار دي كلها ده كل انا بتكلم على ايه بتكلم على علبة البيض علبة البيض دي بتكون اتناشر جرام بتجيلك من وزارة الزراعة اتناشر جرام بنت بتعمل عملية تفقيس لعلبة البيض دي وبيطلع لك منها اليركات بتحتاج علبة البيض لخمسمية وخمسين حوالي خمسمية وخمسين كيلو جرام ورق توت يبقى انت لازم تزرع شجر توت ولا لا يبقى لازم تزرع شجر توت اللي دخل زراعة شجر توت في مصر هنا اللي هو الفرنسيين فعد محمد علي طيب بتحتاج كام ايام عشان تطلع العمر اليركي ده في نهاية العمر اليركي الخامس بتبدأ هي بتنتج للخيوط الحرارية بتنتج للخيوط الحرارية دي من هدتين موجودين جانبي الرأس بتحرك دماغها يمين وشمال حوالي تمانين مرة عشان تطلع لك الخيط ده يبقى كده احنا نكون استعرضنا المهارات العملية لمادة تربية النح اللي ان شاء الله هندرسها بالتفصيل في بداية العام الدراسي واتمنى ان انت تكونوا استفدتوا اتمنى تكونوا استفدتوا من اللي احنا قلناه وخدت فكرة على مادة نحل العسل ودد القز وتأهبت نفسيا وتشوقت لها ان انت تدرسها لان هي مادة ظريفة جدا وشيقة جدا دا بالنسبة دا بالنسبة دراستها ومفيدة جدا بالنسبة كمشروع هتعمله ان شاء الله في حياتك بعد ما بتخلص او اثناء دراستك برضو ممكن تعمل المشروع دا واتمنى ان انتو تكونوا استفدتوا واتمنى ان انتو تستفيدوا من باقي المواد الزراعية اللي انت هتدرسها على قناتنا دي قناة مصر التعليم الفني وبالتوفيق ان شاء الله وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته